حديثنا في هذه الحلقة مأخوذة من الرسالة إلى العبرانيين الإصاح الأول وبنعمة رب رح أقرأ أول أربع آيات من هذه الرسالة الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا واو آيات قليلة أخ عاطف ولكن تتحدث عن جوهر الإنجيل الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في ابنه فإذا إذا ممكن تشاركنا في هذا الموضوع في البداية خلفية عن هذه الآيات خلفية عن هذه الآيات الله يحب أن يتكلم مع الجنث البشر خلق الإنسان للذته وعلشان يكون فيه علاقة معاه وبالتالي هو فيه حديث مع الإنسان الله أعلن عن ذاته من خلال هذه الخليقة البديعة الثموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فكل العمله علشان يعلن للإنسان قد إيه هو قدير قد إيه هو حكيم لكن كمان لم يكتفي بالإعلان العام من خلال الخليقة لكن بدأ يكلمنا من خلال الأنبياء وأقوال الأنبياء مثجلة بالوحي فيقول لنا بطرث في رثالته التانية أصحى واحد أنه كتب أناس الله القدسون مثوقين من الروح القدس فالله هنا بيعلن لنا أنه بعدما يكلم الآباء بالأنبياء وهذه الكتب النبوية موجودة علشان تعلن لنا من هو الله من هو الله في محبته من هو الله في علاقته مع المؤمنين يقول لنا أنه كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة أنواع يعني إعلانات جزئية فما فيش نبي إدى إعلان كامل عن الله حتشوف الإعلان الكامل كان من خلال شخص ربنا يثقى المسيحة اشتركوا في القناة